اشتركوا في القناة في الاحلام دي بتعتبر من البشرات للنساء يعني ممكن يكون الفرح ده فرح بالفعل زواج مثلا او ارتباط او يكون مثلا انجاب او يكون مثلا تحقيق اهداف معينة او تحقيق طموحات معينة عموما الرؤى اللي هنتكلم عنها رؤى مبشرة جدا لو اي امرأة سواء فتاة او امرأة او متزوجة او امرأة مطلقة او امرأة ارمالة رأيت الاحلام دي في المنام تستبشر بها خير وتعرف ان في خير قادم لها زي ما قلنا ايا كان الخير فهو خير اي شيء يبقى في حياة المرأة دي حاجة كويسة فهو ده الخير القادم ان شاء الله هنتكلم بخونا عزائقا عن الاحلام دي بالتفصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احب ان لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع في ديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحبي يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنرد عليه في اسرع وقت واغذرونا الفترة اللي فاتت ما كناش ممتظمين في الرد فطبعا دي بتبقى ظروف خارجة عن ارادتنا طبعا ولكن ان شاء الله بنوعدكم ان نرجع زي الاول اول حاجة اخواني اعزائق من الاحلام المباشرة جدا والمفرحة جدا للنساء الفستان في المنام او ملابس الاطفال في المنام الفستان اخواني اعزائق رؤية جميلة جدا اي كان لون الفستان شكله جميل وشكله شيك يبقى ده بشارة على ان فيه ابنها تتحقق ان شاء الله وفيه فرح قريب ان شاء الله كذلك الامر اخواني اعزائق ملابس الاطفال بشارة جميلة جدا لأي امرأة إن إن شاء الله فيه تغيير للأفضل وفيه تحقيق أهداف وطموحات إن شاء الله الرؤية الثانية يا أخوان حزاء الحزاء الجديد أو الحزاء عموما أو لبس الحزاء الكويس في المنام حزاء شكله حلو بنشوفه في المنام بنلبسه بنشتريه حد بيهده لنا دي حاجة كويسة جدا بالنسبة للمرأة أي مرأة رأيت حزاء جديد في المنام تعرف إن فيه حاجة كويسة قادمة لها إن شاء الله كمان من الأمور الكويسة جدا لبس العباية في المنام العباية أو الإزدال أو الخمار أو الطرحة مثلا بشكل كويس بشكل شيك بشكل منسق فطبعا هنا بتكون بشارة جميلة جدا للمرأة أو للفتاة العزباء بتحقيق أمنية وكمان إشارة إلى السطر ممكن زواج ممكن إنجاب والله أعلى وأعلم فطبعا لبس العباية ولبس الخمار والإزدال من الحاجات الكويسة جدا للنساء كمان من أفضل أشياء للنساء الحلي والمجوهرات بتاعتها يعني السيغة بتاعتها غوايش وخواتم وعقاد وحلقان وتاج مثلا والكلام ده كل الحاجات دي لما نشوفها في المنام بنرتديها لنساء دي بشارة ليهم إن شاء الله بتحقيق أمنية طيب شافوا إن هم بيستعدوا وبيشتروها دي حاجة كويسة برضو تدل على قدوم فرح تدل على حاجة كويسة هتحصل إيه هي زي ما قلنا في بداية الفيديو ممكن زواج وممكن إنجاب ممكن تحقيق أمنية معينة والله أعلى وأعلى كمان من الأمور المعينة أو الأمور الجميلة جدا آآ التزين في المنام وطبعا هنا يعني فيه أمر آآ كنا نحب نوضحه إن التزين ولبس الحاجات الكويسة اللي هي بتدل على إن الشخص مثلا رايح مناسبة أو إن الشخص فيه مناسبة قادمة عليه دي من أفضل الرؤى يعني انت بتزين على أساس إن فيه مناسبة أو فيه حاجة آآ غير طبعية هتحصل حاجة كويسة فطبعا هنا بتكون إشارة للرأي اللي هي المرأة ديت إن فيه أمور كويسة هتحصل في الفترة القادمة الأمور الكويسة دي تغيير في حياتها الأفضل إن شاء الله ممكن آآ شغل يتغير للأفضل ممكن آآ مشروع ممكن زواج ممكن آآ انجاب ممكن ارتباط مثلا بشخص معين والكلام ده فطبعا آآ الرؤى ديت مبشرة جدا للنساء وفيه رؤى تانية نذكرها لكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله ولكن دي مجموعة صغيرة كلا لو حد عنده آآ اي استفسار او تعليق ممكن اكتب له يكتبوا اسفل الفيديو إن شاء الله هنرد عليه ونتوصل معه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته